طيب تقول لي إيه الدروس المستفادة من هذه البطولة؟ أقول لك أنه لازم تفضل محافظة على حظوظك وتقامن بحظوظك لغاية آخر وقت لأنه في النهاية كودفور كانت من الأسماء الكبيرة وستظل دائما من الأسماء الكبيرة اللي دايما بيبقى عليها العين ولكن في النهاية كانوا بره البطولة أمنوا بنفسهم وأمنوا بحظوظهم مع مدير فني أو مساعد مدرب أكمل البطولة واستطاع أن يفوز بيها وسط ملعبه أو جمهوره أو وسط جماهيره في ملعبه ولكن في النهاية إزاي تقدر تؤمن بنفسك؟ هالر دا زي ما حضراتكم سمعته انتصر على السرطان ربنا يحفظنا ويحفظكم منه انتصر على السرطان ورجع واستطاع أنه هو جاب جون علامي جون التاني مبارح الكرة اللي تلعبته بالعرض وحطها يعني ببطن رجله كده أو يعني بضهر الجزمة كده حطها في الجون جون علامي جون حلو قوي اللي ما شافش الجون مبارح فالحقيقة يستحقوا أن هم يفوزوا يستحقوا أن هم يفوزوا الاستاذ كان على آخره وكل حاجة كانت حلوة يعني ألف مبروك للاتحاد أو الألف مبروك طبعا لكود فور انتحاد كرة القدم النهاردة والشركة المتحدة لرياضة أعلنوا عن إقامة مباراة النادي الأهلي والزمالك في نهاية كأس مصر 2022-2023 في السعودية يوم 8 مارس 2024 وزي ما حضراتكم شايفين ده البيان اللي نزل ده البيان بتاع الشركة المتحدة واتحاد الكرة بخصوص المباراة وتفاصيل المباراة وأكد فيها الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي دعما لأواصل العلاقات طبعا زي ما حضراتكم عارفين هناك علاقات كبيرة وستظل دائما هذه العلاقات المحترمة والكبيرة جدا ما بين المملكة وجمهورية مصر العربية وبالتالي تم الاتفاق على إقامة المباراة إن شاء الله يوم 8 مارس القادم في السعودية إيه اللي حيحصل؟ وبنكرمنا مباراة مهمة مباراة صعبة مباراة فيها حاجات كتيرة جدا نادي الزمالك غير تقريبا من جلته بنسبة كبيرة جدا النادي الأهلي راجع مع بعض اللاعبين اللي تم التعاقد معهم في فترة الاتقالات الشتوية النادي الأهلي هيكون لعب مباراتين ثلاثة قبل هذه المباراة وبالتالي هنشوف مباراة إن شاء الله حلوة تليق بالفريقين الكبيرين سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك إن شاء الله ربنا يعني قدرنا ويفوز النادي الأهلي بهذه المباراة اللي إن شاء الله تكون مباراة للتاريخ أنا حاسس إن المباراة دي نادي الأهلي حيلعب مباراة حلوة جدا جدا لأنه النادي الأهلي معودنا على كده لعبة النادي الأهلي معودانا على كده عشان كده لازم ناخد بالنا المباراة اللي جاية صعبة مباراة الأهلي والزمالك يعني اللي في نهاية كاسيوم 8 مارس اللي تم تحتها خلاص في 8 مارس مباراة صعبة جدا جدا وممين اللي هيكسب إن شاء الله يكون المكسب في حظ النادي الأهلي ويستطيع مرسل كولر أنه يضع التشكيل المناسب لهذه المباراة ولكن قبل هذه المباراة عندنا 3-4 مباراة تانين منهم أولى المباراة اللي هتقام يوم الجمعة القادم الفرقة هتسافر يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله إلى الجزائر وحتلعب المباراة يوم الجمعة وبعدين يرجعوا بالسلامة عشان يستعدوا للمباراة اللي بعدها مباراة ميديامة الغانية وبالتالي مباراة برضو بعد فترة التوقف طويل اللعبة الدولية لسه رجعة الانسجام حيبقى ما بين اللاعبين عامل شكله عامل إزاي مرسل كولر تكلم عن هذا الأمر مع اللاعبين وتكلم عن أنه عايز يقول للناس كلها أنه إحنا راجعين أفريقيا وعايزين نفوز بأفريقيا مرة للمرة الاثناشر وربنا يا كرامنا تبقى المرة التانية على التوالي فرصة النادي الأهلي كبيرة جدا جدا إن شاء الله في هذه المباراة وفي هذه المجموعة ربنا يكملها على خير ويستطيع أن يفوز النادي الأهلي في مباراة يوم الجمعة القادمة وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير هنتلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية ومن بعد هذا التقرير فاصل ومن بعد الفاصل نستقبل النجم الكبير كابتن ماهر همام، كابتن محمد حشيش، أستاذ أسام شالتوت، أستاذ خالد الإتربي في ضيافة البيت الكبير ترجمة نانسي قنقر